التساع صباحا بتوقيت القاهرة السابع بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم طلق الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البحرين وأوضح متحدث الرئاسة أن الاتصال تناول العلاقات الثنائية بين البلدين حيث أثنى الزعيمان على عمق العلاقات الأخوية التي تجمع الشعبين والقيادتين وانعكاسها في التطور المضطرد في العلاقات وأكدين أهمية استمرار العمل على توسيع مجالات التعاون المختلفة كما تترقى الاتصال إلى الأوضاع في قطاع غزة حيث تم استعراض الجهود الجارية للتوصل إلى وقف إطلاق النار وأيضا نفاذ المساعدات الإنسانية وتم التوافق على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لإنفاذ مقاررات الشرعية الدولية وعلى رأسها قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة لوضع حد فورية للمأساة الإنسانية التي يعانيها أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق تبدأ اليوم الجمعة فترة ألبت في التعون المقدمة للهيئة الوطنية للانتخابات في قرارات اللجان العامة إن وجدت والتي تستمر حتى غدا السبت وتسلمت الهيئة الوطنية للانتخابات نتائج فرز الأصوات التي أدل بها الناخبون في المحافظات بالانتخابات الرئاسية 2024 تمهيدا لضم نتائج المصريين بالخارج إليها وأعلان النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية يوم الاثنين المقبل استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون في غارات إسرائيلية على مدينتي خان يونس ورفح جنوب قطاع غزة وأضفت وكالة الأنباء الفلسطينية أن أربعة أشخاص على الأقل من بينهم أطفال استشهدوا وأصيب آخرون في قصف الاحتلال لمنزل في المعسكر الغربي غرب خان يونس كما أصفر قصف مدفعية الاحتلال على عدة أحياء في مدينة خان يونس عن وقوع عشرات الشهداء والجرحة وقصف طيران الاحتلال مربعا سكنيا بالقرب من المستشفى الكويتي في رفح جنوب القطاع ما أصفر عن وقوع العشرات من الشهداء والجرحة وقصف طيران الاحتلال أيضا أحياء سكنية ومنازل في دير البلح وغزة والنصيرات وجباليا ما أصفر عن وقوع عدد من الجرحة هذا وارتفع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ سابع من أكتوبر الماضي إلى نحو تسعة عشر ألفا أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا تمضي قدما في العمليات العسكرية في أوكرانيا وخلال مؤتمر صحفية يعقده سنويا أشار بوتين إلى الصعوبات التي تواجهها كييف مؤخرا في أرض المعركة وشدد بوتين على ثقته مجددا من تصار روسيا على أوكرانيا وإن الوقت سيكون لصالحه في العام 2024 مؤكدا أن الانتكاسات التي لحقت بجيشه في 2022 أصبحت من الماضي وكشف الرئيس الروسي للمرة الأولى عن عدد الجنود الروس المنتشرين في أوكرانيا متحدثا عن وجود ستمائة ألف وسبعة عشر ألفا في منطقة النزاع من بينهم مائتين واربعة وعشرين ألفا تم استدعاؤهم للقتال إلى جانب الجيش قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان أن هناك حاجة لربط حكم الضفة الغربية وقطاع غزة تحت قيادة سلطة فلسطينية خضعت للإصلاح والتقوية على حد وصفه وأضف سوليفان أنه تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نيتانياهو حول تحول إسرائيل من العملية العسكرية عالية الشدة في غزة إلى مرحلة أكثر دقة لفتا أيضا إلى أن المحادثة كانت بناءة قرر مجلس الشيوخ الأمريكي تأجيل عطلة نهاية العام لمنح نفسه المزيد من الوقت للتوصل إلى اتفاق بشأن حزمة دعم لأوكرانيا بحسب ما أعلن زعيم الغالبية الجمهورية تشاك شومر وكان الكونغرس قد صادق على مساعدة هائلة لأوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير 2022 ولكنه يشهد خلافات بشأن الحزمة الأخيرة والتي اقترحها الرئيس الديمقراطي جو بايدن هذا ويؤيد الديمقراطيون الحزمة التي تناهز قيمتها 61 مليار دولار وتشمل مساعدة عسكرية وإنسانية وإقتصادية